اشتركوا في القناة وكنكل أبعد وأتى اعدكا اشتركوا في القناة اعتقد أنت قلت لكم او لا قلت لكم لا أدكcap اني انسى الماضي ابن انك انظرها اذا اضغطوا على زر اللايك وتعودوا اللاك عندي سنة وقت وصحظت فاكينا متواجدة ببيتزا ايوه فوق ببيتزا كنترى حبيت السلاح يعني هناك مكدونتز مكدونتز بس ما ستخللوا المهم دعونا نخرج من هذا المكان ونرح كذا عادي ونحكي عن هذا الحيوان وننترى النسخه الصوريت بذلك توحي جماعة هذا بلاب هو عبارة عن حيوان من كوكب ثاني فهو عبارة عن فضائي تمام فضائي جاي من كوكب ثاني واو فضائي كوكب ثاني القافية اسمها قافية صح مدركة اسمها فهذا جاي من كوكب ثاني وعبارة عن فضائي واسمه بلاب والشكل تبعه كذا أزرق ومبين يعني كثير كيوت سراحة خصوة لما يكون صغير خيوة رجيكم لما يكون صغير شو كيوت كيوت وكذا اذا اذا جمعه شكله لما يكون صغير شو كيوت طبعا انا عملت لكم فيديو انا بشتريه وانا كمان بكبره وكذا قلت لكم لازم اكبر اثنين كمان انا كبرت واحد شو لازم اكبر اثنين كمان عشان نحصل على ثلاثة اللي كبار عشان نحصل على واحد يركب بعد ما ندمج ثلاثة قائس حطات الحيوان بس لسه ما ضهر اه هيا وضهر او مليكم قائس الشكل تبعه شو كيوت وكمان لما بيكبر سو كثير رائع هلأ يا جماع اليوم بننشوف هذا بنسخة شريرة انا هلأ هو مبين يعني لطيف وكذا بس جماع بحس انه الفضائين لو كانوا حقيقيين رح يحاولوا انه يسيطروا على العالم صح الفضائين من مخلوقات حقيقية على فكرة يعني المخلوقات المحيدة الموجودة للانس والجن خلص يعني عم بحكي عن المخلوقات اللي عايشة حاليا اكيد يعني احنا كمسلمين بنعرف المخلوقات الموجودة بس فضائين هالموجودين ولا لا فيه ناس بتقول موجودين بالحياة الواقعية وانه كمان الفيريز موجودين بالحياة الواقعية الميرميدز والفامباييرز وكانها كل هدول لمخلوقات موجودين بالحياة الواقعية بس انا جماع شخصين ما انهم ما حاكي قارitos عن هاد الموضوع بس انا سريحة لا بقول لا مش موجودين اوووو المهم ما علينا فيكستي اكيد بنجيب التخيلات كلها للواقع سهلا الليكو فضائي في PKXT ما بدل تخيل شكل فضائيين لو كانوا حيوانات يعني فضائيين كيوت كيف رح يكون شكلهم فPKX ساعدتني اني أتخيل هذا الشي فالليكو هذا وشكله هلا انبين لطيف وكذا بس بحس لو كانوا يعني الاليينز او الفضائيين حقيقيين احس رح يكونوا اشرار رح يحاولوا يسيطروا على العالم ويكونوا هن الوحيدين المخلوقات بالعالم ورح يخترعوا اشي عشان يحاولوا الانسان لفضائيين كمان مدري شو هلا اجمع خينحاولوا لاشرير طبعا نقدر كذا نضيف له قبعة و اشي هون مدري كايز ايش اضيف له السراحة فخينشوف مع بعض ايش ممكن نعمله عشان يصير مرعب ممكن نعمله هاد لا صاير كيوت ممكن نعمله هاد مثلا هذا مبين مرعب هلا العزبنا قبعة ها واشي سيجعله يبين مرعب سراحة ما قدري 18 اوه لا بيغطي وجه اوه هذا هذا لانه قبعة تباع الاشرير او الساحرين هذا مرعب و هذا مرعب أكثر لأنه صار عندها أربعة أعين مثلاً اضطناها يبين كيوت حتى لو أسد مبين كيوت انه عملين له كدا إستنوا ورجيكم كيف وجهه شوفوا هون قايز شوفين يعني عاملين كدا إنه معصب خلي احاول ارسم قايز وبعدين هاده هو الفم شايفين مبين كيوت معنوا مرعب هذا كمان قاعد يضحك هذا النظرات أحسن ممكن يكونوا مرعبين بس هذا أكيد أكثر واحد مرعب فيا بهيك يا جماعة أحسوا صار مرعب اوه شترس هذا ليكوا يا جماعة صار مرعب او ماي جود شوفوا تبخلنا أحمله او ماي جود والله صار أطول مني كمان شوفوا واو هلأ قاعد رح نروح على ماب تبع الهروب من هذا الحيوان يعني يا جماعة شفتوا قلت وقت شو هاد بدين يا جماعة انتبهت انه هو هداك الحيوان سأخلي قايز ورجيكم استنوا أفكر في هذا الماب ممكن ندخلي بعدين بس استنوا بدي ورجيكم واحد اسمه هذا رن كوشو رن بعدين لديكم صورة تبع هذا بلوب مرعب خلي ورجيكم كيف عملوا لهديك الصورة استنوا نروح على مكان فاضي مو هون وأصور بلوب ممكن توقف مكانك يا بلوب بلوب وقف مكانك يا بلوب 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 يعني هيك أخذوا الصورة تبعه وعملوا له فلتر زي هيك وصير لونه أحمر هاو ليكو هدا اللي بورياح طالع كتير مرعب شوفوا طالع كتير بخوف ايش هاد ايش الوجه اللي حاط ايش الوجه اللي بورياح طالع كتير مرعب ايش الوجه اللي بورياح طالع كتير مرعب لا ايش انتبعه بتشوف مكان تاني واو صار مرعب خيني دخل عهذاك المكان ونشوف ايش فيه كمان مكان كمان كاي صرت خافي خيني دخل عهذاك المكان اسمه run كوشو رون يعني اهرب واشا زي هيك اهرب تخبى اهرب مدرشو بعدين ليكوا الصورة تبع هادا بلاب مرعب لونه احمر وليس عنه صعير اخضر كيف لون ازرق صعير احمر وكيف لون الوردي اصبح اخضر اقصد احمر اخضر اخضر واو مرعب فاخن دخلوا هاداك المكان قايز نشوف يعني ايش ايش في الماب يعني هل لازم نهرب ايش اوكي هين دخلنا انا و بلاب سو خلينا نشوف ايش موجود اوماي جاد اوشي اعتقد هادا باركور باركور ايو يا جماعة باركور بس انا ما بدي لعبك لهذا باركور سو اعتقد اردي دخلت ع هادا المكان قايز اردي دخلت ع هادا المكان صح دخلت له بس ما بتذكر متى متى يعني عشان ايش ما بتذكر صراحة بس والله بتذكر دخلت له وصرت كده متاهة قلت لكم زي متاهة قلت لكم ايه اصلا هو متاهة نسيز قايز بسمهم هادا ما بكنت دخلت له بس غيروا الاسم وصورة لما بيشوفوا كده ايش جديد نزل وبيكون الناس عندهم ماب بيغيروا الاسم وبيغيروا الصورة يعني بيخلوه عنده علاقة بالاشياء اللي حاليا موجودة عشان الناس تدخل على الماب تقول او ماي قاد سنعوا ماب اريدي عا هي الشغلة وهي توها نزلت بس لا بيكون الماب قديم بتكون عنده فكرة تانية ما انشهر بس بعد ما بيكذبوا عند الناس بين شهر مثلا هادا ليكو بيقول نهرب بس ممكن الفكري واقعي لانه ليكو المكان كأنه متاها سو ممكن انه الحيوان بلاب هلا يكون يلحقن بهذا المكان شوفوا انه بيتبعني شايفين يعني هو هلا مرعب تخيلوه مرعب وقاعد بيتبعني سو انا كذا لازم اهرب منه ما اخليه يمسكني شايفين وقاعد برقض بهذا المكان اللي كأنه متاها ويعني هو متاها عشان اخلي بلاب يلحقني شوفوا يا جماعة شوفين كيف يلحقني صار معلق هناك واو فكرة او ماي جود هايو اجوا مرعي مرعي بحث نفسي كأني باللعبة تبع سبوي سرفرز اوو يا جماعة هكذا نخلص هاد فيديو ونوليب التعليقات شرائيكم اوو بحبكم كثير نتقي في فيديو الجاي باي